فرحة كبيرة طبعا بطولة قرية جديدة لرجالة الطائرة في النادي الأهلي بس في الحقيقة لازم أحيي كل التحية على المجهود الكبير جدا اللي بازلته قناة النادي الأهلي منتمثلة فيه الأستاذ سيف الوزيري طبعا رئيس مجلس إدارة شركة ستادات اللي عمل مجهود كبير عشان ينقل هذا الحدث من خلال شاشة قناة النادي الأهلي الدور قبل النهاية والنهاية وأيضا الكابتن إسلام الشاطر المدير التنفيذي لشركة بريزنتيشن لايف وكذلك طبعا الأستاذ إهاب الخطيب رئيس قناة النادي الأهلي وعمر ما قناة النادي الأهلي هتبخل بأي مجهود من خلاله ترضي كل مال وأحلام جمهير النادي الأهلي في كل مكان فطبعا التحية واجبة لهم بشكل كبير جدا لأن عايشونا بصراحة لحظة إحنا بنحبها وهي لحظة الفرحة مع فرقاتنا أي أن كانت لعبة أي أو أي لعبة داخل النادي الأهلي أكيد بنحب أن نفرح معهم على الهواء مباشرة فألف ألف مليون تحية لهم مباراة كبيرة كابتن أحمد مجهود كبير ويعني منعطفات عدنا بها كتير خلال أحداث اللقاء وجزي ما اتكلمنا قبل المباراة أن المباراة كانت مهمة لكن في نفس الوقت كان في صعوبة في المباراة بالنسبة لنادي الأهلي لأننا بنلعب فريق كبير مع أبدالي الشيط الأول تحديدا يعني احنا برضو من باية المباراة نبتدينا بأبدالله عبدالسلام وإحمد صلاح مركز أربعة كان أحمد سعيد وأحمد عبدالعال مركز ثلاثة كان عبد الحيم عيبو ومحمد عادل وزي ما قلنا كده أن هي مش الدكة ما ما قدرش أقول للناس الاحتياطية لأربعة عشر واحد الأساسي اللي كان موجود نزل حسام طبعا كان مفاجأة كده أن أحمد عبد الرحمن الحسيني يكمل مباراة وكان أداء من نشوط الأولاني يعني من نقطة تحول قبل المقرأة شاد بي شادة كبيرة في الحقيقة هو لسه طالع من الناشئين السن الفات يعني كان بلعب تحت 19 سن الفات وكان يعني لعيب هاي هو يعني أعتبر فكت الكرة طائرة في مصر الفترة الجاية دي لعيب يعني لعيب حريف يعني كرة طائرة لعيب حريف يشتغل دماغه أكتر ما يشتغل بأيديه فيعني إحنا لقى المتش النهاردة تقريبا يعني حتى المحترف مصاب برضو ونزل وأسر بس هو الشود الثالث أنا يعني شايف أنه هو كان متش كان يخرص ثلاثة صفر لكن هو يعني حصلت مش غلطة هو جيب بوزيشن في بوزيشن اللي كان فيه عبدالله عبدالله سلام في واحد وده بيبوزيشن صعب أو بنسبة لأن أحمد أحمد صلاح بيبقى في مركز أربعة ودي مش عدلته في الدرب يعني وعبدالرحمن حسيني كان في مركز اتنين برضو ده مش مكانه فهي دي النقطة نخصدنا لقطتين وراء بعض فهي دي اللي جابت إحباط للفرق وأنا قلت وتوقعت أن الشود الرابع سيبقى صعب لكن الحمد لله يعني يمكن الحمد لله أننا في الشود الرابع خمسة عشرين سبتاشر جبنا سبع بلوكات سبع بلوك ودي كتير قوي وده احنا قولنا برضو أننا عندنا الميزة أننا ما لعبناش إرسال قوي جدا إرسال كنا منلعب إرسال موجه ومعظم كورهم كانت بر خط التلت لكن هو كان عندهم لعيب طبعا رقم سبعة يعني هو كان كل كورة بتخلص كورة معد بيرفعها له في أي مكان كان بيخلص كورة نكون طيبا بنلعب ضد حمزة نقا يعني هو لكن ما شاء الله النهاردة يعني طيبا ما يضايعلناش إرسال ما عملناش أخطاء زي ما قلنا احنا أخطاء لكتولية جدا خاصة في الإرسال ما عملناش يعني هم برضو ما عملوش حاجة بيلعب إرسال قوي جدا لكن أحنا إرسالنا السئبال بتاعنا كان رغم من نحنا عدنا لكننا عندنا طبعا نحنا بيقول الكورة اللي يتيبقى مرحب تخطة تلت هو السئبال تلت اللي كان فيه مشكلة شوي مفهل صراح خال bench نحن الهو كان قوي بيلعب إرسال قوي جدا هو يوجد من عندهم إرسال يعني هم مواجهين أول يمكن كانوا أفضل مننا في الإرسال لكنighنا السئبال بتاعنا كان كويس حتى لو كان برة تيلت إحنا عندنا لعبة مواجهين جداً في الكورة الكورة زي اللي بنوا عليها في الكورة الطائرة يعني إن الكورة مش جاية المعدة في مكانه فعندنا كان أحمد صلاح طبعاً مش هلقول لي يعني هو خلال أحمد صلاح كان موجود مش محتاج أحمد صلاح أه مش محتاج نحن نكلمه يعني بقاله عشرين سنة أساسي في مركزه في منتخب مصر والنادي الأهل يعني بقاله عشرين سنة بيلعب من ألفين واثنين لحد ألفين واثنين وعشرين بلعب أساسي في مكانه عشرين سنة ما حد لش أدري يجي جنبه كثفه بس كثفه بكثفه نحن أحمد صلاح يعني فإحنا بنهنيه بجد والله يعني البطولة دي يعني هي وعبد الله كانوا حاجة حاجة موجودة الأهل ملوك الصلاة في كل الألعاب وأكيد الأهل كياد ومش كان بس ده كياد كبير كمان